بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أنا أحب الجميع في محاضرة اليوم وتعتبر المحاضرة الأخيرة في بنوط المؤسفة القياسية العالمية لنظام إدارة سلامة الغذاء 22000 version 2018 Good Safety Management System اليوم إن شاء الله نتعرف على بند عشرة عن التحسين Close 10 Improvement عن التحسين طيب التحسين بشكل عام يجب أن يبقى هدفاً دائماً للمؤسسة وهدفاً دائماً للفرد 10.1 Non-conformances and collective action عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية لأي خلق، لأي خطأ، لأي انحراف لا بد أن تكون هناك إجراءات تصحيحية وبضحنا في المحاضرات السابقة عن الإجراءات التصحيحية وعن التصحيح 10.1.1 When a non-conformances occurs, the organization shall عندما يحدث عدم مطابقة، يجب على المنظمة أن تقوم بالآتي 10.2 A react to the non-conformances and as applicable التفاعل مع عدم المطابقة وحسب الاختضاء أو حسب ما يختضي 11.2 Take action to control and correct it 12.2 To deal with the consequences 12.3 To deal with the consequences B. evaluate the needs for the action to eliminate the cause of the nonconformatives in order that it does not require or require a swipying. B. Let's take a look at the場合 in terms of the action to eliminate the acts of a nonconformative action. حدوثها في مكان آخر من خلال الآتي نزل من خلال هذا الجانب نحن نريد أن نقيم الحاجة لاتخاذ إجراءات لكي نقضي على سبب عدم المطابقة لكي نمنع تكرار حدوث عدم المطابقة في أي مكان آخر وذلك من خلال الآتي واحد مراجعة عدم المطابقة نراجع عدم المطابقة ليه؟ عدم المطابقة حصلت في المكان المعني أو في المنتج المعني او كذلك نحدد أسباب عدم المطابقة نحدد برقة طبعا لازم نستخدم قياسات ونحلل ونقيم طيب إذن هنقيم أو هنحدد أسباب عدم المطابقة ثري تحديد ما إذا كان حالات عدم المطابقة أو عدم مطابقة مماثلة موجودة أو يمكن أن تحدث بردو عزنا من حسابنا في أنه عدم المطابقة ممكن يحصل فيه اتجاه آخر تنفيذ أي إجراء مطلوب أي إجراءات أخرى بترى المؤسسة بترى النظام أو بترى حسب حجم النشاط ونحل النشاط بردو نراجع فعالية أي إجراءات صحيحة تم إتخاذه أيضا 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 تغبير الحديث في منظر في المواجد إذا أردو مراجع مراجعات فعالية أي إجراءات تصحيحة وذلك إجراء تغيرات إجراء تغيرات على نظام إدالة سلامة الغذاء إدالة دمان الأمر ولازم أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لأي تأثير مناسبة لتأثيرات حالة عدم المطابعة يعني أننا اتخذت إجراءات تصحيحة أو قمت بإجراءات تصحيحة لازم الإجراءات التصحيحة لحل لها المشكلة فبالتالي في هذا الجانب نحن نجري تغيرات على نظام دالة سلامة الغذاء لذا لدم الأمر ولازم تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لتأثيرات حالة عدم المطابعة التي تمت مواجهة كذلك عدم المطابعة يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة للتأثيرات التأثير ممكن يكون بسيط ممكن يكون كبير ممكن يكون خلل جسيم وبالتالي تكون مناسبة لأي تأثيرات لحالات عدم المطابعة التي تمت مواجهتها 10-1-2 10-1-2 10-1-2 10-1-2 10-1-2 10-1-2 11-1-2 يجب على المنظم أن تحتفظ بمعلومات موثقة وتعتبر هذه المعلومات الموثقة كدليل أو في إطار سجلات كدليل على الآتي 10-2 The nature of the non-conformatives and any subsequent action taken طبيعة حالات عدم المطابعة وأي إجراءات لاحقة تم إتخاذها 10-2 The result of any corrective action نتائج أي إجراءات تصحيحية أخرى 10-2 Continually improvement التحسين المستمر The organization shall continually improve the suitability, integrity and effectiveness of the food SMS Food Safety Management System يجب على المنظمة أنها تحسن باستمرار ملاعمة وكفاية وفعالية نظام إدارة ثلاثة الغذاء Top management shall ensure that the organization continually improve the effectiveness of the food safety management system through the use of the communicate C-7-4 Management review C-9-3 Internal audit 9-2 Analysis of the results of verification activities 8-8-2 Validation of the control measures and the continuation of the control measures C-8-5-3 Corrective action C-9-8-9-3 And the food SMS updating C-10-3 طيب تحدث هذه الفقرة تتحدث عن أنه يجب أن تضمن الإدارة العليا أن المنظمة تعمل باستمرار على تحسين فعالية نظام إدارة ثلاثة الغذاء وذلك من خلال استخدام التواصل طيب في التواصل طوال أشار لـ 7-4 بالتالي لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول جانب الاتصال كذلك مراجعة الإدارة وأشار لـ 9-3 والمراجعات الداخلية وأشار لـ 9-2 وتحليل نتائج التحقق وأشار لـ 8-2 كذلك التحقق من صحة وسائل التحكم ومجموعات وسائل التحكم ومجموعات وسائل التحكم وأشار لـ 8-5-3 والإجراءات التصفيحية ذلك أشار لـ 8-9-3 وتحديث نظام إدارة سلامة الغذاء وأشار لـ 10-3 طيب كل هذه التفاصيل لا بد من أن يشمل التحسين المستمر في إطار تحقيق حداث سلامة الغذاء يشمل وسائل التحكم وكل أنشطة التحكم ومراجعة بالنسبة للإدارة وبالنسبة لتحليل نتائج أنشطة التحقق وهكذا تحديث نظام إدارة سلامة الغذاء تحديث نظام إدارة سلامة الغذاء باستمرار هنحدث باستمرار ولتحقيق ذلك يجب على فريق سلامة الغذاء تقييم النظام على فترات زمنية مخططة لها يعني هنغيم في كل فترة بطريقة مخططة تحديث نظام إدارة سلامة الغذاء يجب تقييم النظام على فترات مخططة كما قلنا لتحقيق هذه التفاصيل أو هذه الأهداف لابد أن يفريق سلامة الغذاء لتحقيق هذه التفاصيل حيث نظام كمعتم في الأصدقاء تحقيق هذه التفاصيل تحفيق تحقيق هذه التفاصيل قائمة تحقيق هذه التفاصيل الفيديوات and the established PRPs prerequisite program CA2 the updating activities shall be based on طيب زي ما ذكرنا قبل شوي أنه لازم تضمن الإدارة العلية تحديث نظام إدارة سلامة الغذاء باستمرار ولتحقيق ذلك يجب على فريق سلامة الغذاء to achieve this the food safety team يجب على فريق سلامة الغذاء تقييم النظام على فترات زمنية مخططة لابد من نقييم النظام على فترات مخططة ويجب على فريق سلامة الغذاء النظر فيما إذا كان من الضرور المراجعة تحليل المخاطر أشار لي 8-5-2 وكذلك خطة التحكم في المخاطر الموضوعة وأشار لي 8-5-4 والبرامج الأولية PRPs وكذلك كما يجب أن تستند أنشطة التحديث للآتي A input from the communication externally as well as the internal C-34 4-4 and be input from the other information concerning the suitability, adequacy, and effectiveness of the food SMS طيب المدخلات من المعلومات يعني زي ما ذكرنا قبل شوية المدخلات من الاتصالات الداخلية والخارجية في هذا البند المدخلات من المعلومات الأخرى المتعلقة بالاتصالات الداخلية والخارجية كذلك في بي المدخلات من المعلومات الأخرى المتعلقة بملاءمة وكفاية فعالية نظام إدارة سلامة الغذاء كذلك مخرجات تحليل نتائج أنشطة التحقق ونشار لي 9-1-2 كذلك system updating activities shall be retained as a documented information and reported at the input to the management review C-93 أيضا يجب الاحتفاظ بأنشطة تحديث النظام كمعلومات موثقة كسجلة وإعداد تقارير بها كمدخلات لمراجعة الإدارة أشعر لي 9-3 طيب بشكل عام التحسين لا بد أن يكون هدف دائما للفرد وهدف دائما للمؤسسة وهذه المواصفة في بداية شرحنا عن البذي كثاكر وهو منهجية هي منهجية للتحسين المستمر بلا عن do check act أخطط ونغفذ وأتحقق وأتخذ القرار أو باشر وبالتالي هذه أسلوب ومنهجية للتحسين المستمر ودائما ذكرنا أنه يجب أن يبقى التحسين المستمر هدفا دائما للمؤسسة وهدفا دائما للفرد نتمنى تكون استفيدتم من سلسلة هذه المحاضرات الخاصة بمواصفة 22-2018 وللمزيد إن شاء الله سنطرح سنعرض بعض النماذج الخاصة بالتطبيق والchecklist وقوائم التحقق بإذن الله تعالى عبر القنوات الأخرى ونستقبل كذلك الأسئلة عبر القنوات الأخرى إن شاء الله للإجابة عليها بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله